بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل التمرين بتاع أمس بسرعة تاني كده الكلام اللي قلناه أمس هنعملوه بسرعة لحد المعادلات نشرحها على مهلنا قلنا ده فيه كم صف وكم عمود التمرين ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمان صفوف وواحد اتنين تلاتة اربعة اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اعمدة في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمان صفوف ومن هنا كافة الحدود زي ما احنا عارفين طب بص بقى ركز بقى في الحتة دي كويس قوي انها حصلنا كده اما جيت عمل كافة الحدود جاب لي الحدود عريضة مش الايه مش الحدود العادية ليه لان انا اخترت من شوية نمط خط الرسم واخترت العريض وكنت برسم بيه فكافة الحدود بيجيب لك على اخر نمط خط الرسم انت كنت مختاره طب اعمل لي دلوقتي cancel ثاني اهو وروح اختار نمط خط الرسم العادي تمام واضغط skip عشان تلغي القلم برضو ما فيش مشكلة هتلاقي التحدد بتاعك لسه متحدد اعملوا دلوقتي كافة الحدود خلاص يبقى cancel اللي انا عملته وروح تغيرت نمط خط الرسم وبعدين عملت كافة الحدود تاني تمام يبقى انا كده عملت ايه كافة الحدود قلنا عشان نغير الحدود بنروح هنا مزيد من الحدود قلنا اللي فوق واللي تقوى واللي شمال مزدوج واللي تحت واليمين عريض واللي في النص عادي وقلنا نكتب بقى الكلام الاول الصف الاول والتالت ملونين ادي الصف الاول وادي الصف التالت طبعا ايه الفرق بين ان اضغط بس على الدلو كده وان اختار اللون لو ضغطت على الدلو بيجيب لك اخر لون انت كنت مختاره يعني مثلا مثلا لو اخترت اللون ده ماشي وحددت جزء تاني كده وضغطت على الدلو بيجيب لك اخر لون انت كنت مختاره خلاص طيب كبر الاعمدة زي ما هي كبيرة هناك وابدأ اكتب الكلام طبعا انا هنسخه عشان نخلص بس بس بسرعة كلام ده طبعا عملناه امس كله نجي هنا الى الجزء بتاع الاجمالي هو قال الاجمالي ساوي الراتب الاساسي زائد بدل السكن تعال نفتح التمرين الاساسة هو الاجمالي ساوي الراتب الاساسي زائد بدل السكن اعمل ايه؟ ركز بقى معاي قد الاجمالي اعمل ايه؟ او فين الورقة اللي كنا شغلين فيها هذا الاجمالي عايزين هنا يساوي الراتب الاساسي زائد بدل السكن ركز معايا انا مش هجيب حاجة من عندي خالص هو قال الاجمالي تعال على الاجمالي واضغط على اول اجمالي اهو طي قال لي ايه؟ يساوي اخدها خطوة بخطوة اكتب هنا يساوي 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 الزر اللي فوق حرف الجيم في لوحة المفاتيح طيب يساوي ايه؟ يساوي الراتب الاساسي مش هكتب خمس تلاف لا هضغط عليه هضغط على الخمس تلاف اللي هو اول راتب اساسي مش احنا بنجيب الاجمالي بتاع توفيق ايوه يبقى اضغط على الراتب الاساسي بتاع توفيق تمام؟ طيب زائد كتب لي هنا زائد اروح اكتب زائد زائد فين؟ زائد في لوحة المفاتيح في الارقام اللي على الجنب اليمين خالص الارقام فيها زر زائد على يمين خالص او تعالى نبين لك لوحة المفاتيح على الشاشة عشان اما لو فيه ارقام هنا هتلاقي على يمين خالص كده فيه زائد يا اما شفت مع اليساوي مش احنا قلنا شفت مع اي زر بديك الحاجة اللي فوق فشفت مع اليساوي دي بتديك الزائد زائد ايه؟ مش روح نشوف هو كتب زائد ايه ما بيجيبش حاجة من عندي زائد بدل السكن صح؟ جب زائد اضغط على بدل السكن ده اه اول ما بضغط على الخلية بيجيب لي اسمها انا كده ماشي تمام اوعى تكتب تمنمية خلاص انتر تمام؟ طيب طعا نجيب اللي بعده اهو يساوي دا زائد دا انتر بس هاي جبتها وضغطت انتر اضغط عليها ما تنسيش تضغط عليها اضغط عليها وهتيجي على الزاوية اللي في اليسار تحت دي كده فيه نقطة خضرة هاي مربع صغير اخدر اوه تمام؟ المربع الصغير دا هاجي بالموس عليه كده هلاقي سهم الموس اصبح زائدة سود صغيرة شايفينو؟ بالشكل دا بالزبط يجب يكون بالشكل دا اوعى تعمل وبالشكل دا؟ ولا دا ولا دا? فلا لا كده بالزبط اضغط وهو بالشكل الارت loroوا بشكل اضغط واسحب على الباقي هلأ ايه؟ يجيب لي هذا يساوي الراتب الاساسي بتاعه زايد بدل السكن بتاعه وداه الراتب الاساسي بتاعه زايد بدل السكن بتاعه الراتب الاساسي بتاعه زايد بدل السكن بتاعه عرفت منين بيبانهو اهو في شرط الصيغة بص اهو يساوي C4 زايد D4 وهنا مثلا يساوي C6 اللي هو ده زايد D6 اللي هو ده تمام ممتاز ده طبعا مدمج على بعضه دمج وتوسيل وده مدمج على بعضه دمج وتوسيط دمج وتوسيط خلاص طيب حاجة هنا هلاقي بيقول لي هاتلي مجموع الإجمالي عايز مجموع العمود ده مجموعه واحد ممكن يقول لي ايه مجموعه انا عرفت مجموعه اجيبه ازاي هقول له يساوي ده زائد ده زائد ده زائد ده امتر ماشر وده جاب المجموعه فرن بس فرد عندك انت متصف انت عندك متصف هتقول له زائد ده زائد ده زائد ده لأ طبع في حاجة بقى اسمها الدوال ففي حاجة عندي اسمها بقى الدوال خلي بالك اللي انا بقول له يساوي كزا زائد كزا ده اسمها معادلة اللي فقى كلمة يساوي ده زائد ده ولا ده نقص ده ولا ده ضرب ده اسمها معادلة معادلة اهي شف معادلة اهي فشرة الصغة اهي طيب انما في حاجة تانية اسمها دلة الدلة دي عبارة عن ايه ركز كده معايا عايز اجيب مجموع العمود ده فيه دلة بتعمل كده بس ركز من الخطوات عشان لازم تعمل الخطوات نفسها بالزبط اول شي انا عايز اجيب مجموع العمود ده فين عايز اجيبه هنا يبقى هضغط هنا اضغط في الخليل اللي انا عايز اجيب فيها اهي تمام؟ صفحة الرئيسية هتلاقي شايف الرمز ده وجنبه كلمة جامعة القائي ممكن ما تلاقيش كلمة جامعة القائي ممكن تلاقي رمز السجما دي السجما زي ما عبداللاطف قال لكم السجما دي ممكن تلاقيها هي بس وما تلاقيش كلمة جامعة القائي عادي هضغط على السهم اللي جنبها واختار انت عايز تجيب المجموع صح يبقى ايه المجموع فعندك المجموع والمتوسط وارقام الحساب وحد اقصى وحد قدنى المجموع بتجيب المجموع طب تعال ناخدها واحدة واحدة بس نجيب مجموع دي اهو المجموع يبقى تاني كده اول خطوة حددنا انا عايز اجيب فين تاني خطوة حددتنا عايز اجيب ايه المجموع مجموع ايه بقى مجموع الاجمالي هو محددلي على ايه محددلي على الراتب الاساسي لا انا هروح احدد على عمود الاجمالي من اول رقم لحد اخر رقم ما باخدش كلمة الاجمالي معي في التحديد طبعا من اول رقم الى اخر رقم كده ده مجموع الاجمالي تمام وبعدين اضغط انتر طيب اكبر راتب اساسي زيها بالزبط اهو هجيب هنا هضغط هنا صفحة الرئيسية من عند السجمة السه اكبر يعني حد اقصى واقل يعني حد ادنى اكبر يعني حد اقصى واقل يعني حد ادنى والمتوسط اسمه المتوسط او المعدل ممكن ترى اسمه المتوسط او المعدل ماشي والمجموع اسمه المجموع طيب يبقى اكبر راتب اساسي ده حد اقصى حد اقصى من ايه من كل الجدول لا من الراتب الاساسي حدد على الرواتب الاساسي انتر طب تعالى نشوف كده حل هو فعلا جاب لي اكبر راتب اساسي اكبر راتب اساسي 5500 و 6000 و 5000 و 70000 يبقى هو السبع تلاف صح اه اكبر راتب اساسي هو السبع تلاف لو جماع تدهم برضو هيطلعوا 16900 تمام طيب متوسط بدل السكن انا عايز اجيب هنا هاضغط هنا السفحة الرئيسية من هنا متوسط قلنا يعني ايه متوسط بدل السكن احدد على عمود بدل السكن انتر متوسط يعني ايه يعني في المتوسط بدل السكن كام يعني لو جامعته كله على بعضه السمطوم بالتساوي بين توفق وسامح وخليل وخالد كل واحد ياخد بدل السكن قد التاني بالزبط هتلاقي كل واحد خد 850 تفهمني ده المتوسط تمام او ممكن يسموه المعدل في اوات بيسموه المعدل تمام يبقى كده احنا ايه عملنا التمرين ده اللي هو اول تمرين معنا في الاكسل تمام هنبدأ الان في التمرين ده بقى يا شباب اللي هو التمرين الحلو ده التمرين ده فيه كم صف وكم عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حد عشر اتناشر واحد يقول لي واحد يقول لي اخد الصف الفاضي ده معي ايوه مدم صف موجود خدوا معي يبقى اتناشر صف في واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة اعمدة اتناشر صف في ستة اعمدة وبيقول لي ابدأوا من الخلية ايه وان يبقى هروح هنا هسكر ده خلاص مش عايزه وهسكر ده كمان واروح هفتح الاكسل من جديد اهو مصنف فارغ نكبر الشاشة اتناشر صف في ستة اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اعمدة في اتناشر صف وقلنا من هنا كافة الحدود دي اول حاجة كده خلاص نكبر الرؤية عشان شوف كويس تعالوا نشوف ايه اللي في التمرين اللي فوق واليمين واليسار واللي تحت كلهم عريط واللي في الوسط كلهم مزدوج الا ده هنعملهم كلهم مزدوج وبعدين بناعدل ده خلاص يبقى فوق وتحت ويمين ويسار اللي بره عريض واللي جوه مزدوج اهو حدد زي ما قلنا بقى ما تلاقي كله بقى مزدوج في الوسط ما ترسمش بقى هتفتر ترسم واحد واحد لا من هنا على طول يبقى ايه من هنا مزيد من الحدود العريض فوق وتحت ويمين ويسار والمزدوج في الوسط والوسط الا فيه واحد بس في الوسط اللي هو بعد واحد اتنين تلاتة اربعة فوق اربع صفوف في واحد عريط يبقى فوق واحد اتنين تلاتة اربعة فوق الاربع صفوف فوق ده فوق الصف ده يبقى حدد على الصف ده واقول له خلي الاعلى بتاعه عريط اهو الاعلى عريط بالشكل ده خلاص واحد هيقول لي اللي في اليمين واللي في الفوق مش باين لو روحت ملف طباعة هتلاقيه بان معاك خلاص طيب هنيجي نكمل عندنا تعالوا نكتب اسماء الموظفين انا هاخدهم نسخة عشان بس بسرعة وانت بس انتو تكتبوهم اهو اكبر الصف طبعا صغر خلي الكلام مش عريضه لحاجة تمام الكلام ده هنسخه برضو والكلام ده هنسخه تمام كبر بس الخط شوية خليها 14 وكبر الاعمدة كده شوية صغر الرؤية شوية عشان بقى وضح بس بالشكل ده خلاص طيب يبا كده نقلنا الكلام اللي مكتوب عندنا الصف اللي تحت واللي فوق اربع صفوف مدمجين على بعض سيب اول خلية اول عمود ومدمج الباقي كله تعالى اهو واحد دمجي وتوسيط كل صف الحاله ما تحددهمش كلهم كده وتقول له ده مجلأة كل صف الحاله زي ما هو هناك كل صف مدمج على بعضه تمام جميل طيب تعالى نشوف بيقول لي ايه بقى تحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس طيب ضرب بعد يساوي 15% ضرب النجمة دي اللي هي الضرب دي النجمة دي اللي هي الضرب خلاص ضرب ضرب هتلاقيها في الأرقام اللي على يمين خالص فوق التسعة في لوحة المفاتيح بتاعتك عندنا كان في عندنا صورة اللوحة المفاتيح تعالوا نشوفها جروب الميديا بتاعتنا فين موسيقى 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 زمان كنا حطا لكم صورة كده اللوحة المفاتيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي كتبه لك الرقم في السؤال في المعادلة اللي كتبه لك يبقى انت اكتبه رقم خمسة خمستاشر عشرة تلاتة زي دي اكتبه انما الراتب هو كتب لك الراتب هو كتب لك خمس تلاف لا هو قل لك الراتب يبقى اضغط على الراتب تمام? واضغط انتر تاني اللي بعدها كمان مرة اقول له يساوي خمستاشر شفت مع الخمسة ضرب الراتب طبعا قلنا ان احنا بنجيب اول واحدة بس ونضغط عليها ومن الزاوية اللي تحت على اليسار نيجي هنا لما السهم يبقى شكله كده ونضغط ونسع صح? طيب تعالى نشوف بدل العلاج يساوي عشرة في المية ضرب الراتب نفس بقى القصة خلاص عرفناها اهي اضغط هنا اوعى تنسى تضغط هنا في اول واحد يساوي عشرة في المية ضرب الراتب اوعى تاخد اللي جنبها وبقول لك الراتب الراتب او خلاص واضغط عليها تاني ومن هنا اسحل واحد ممكن يقول لي ايه ركز كده واحد يقول لي ايه انا باجي اضغط عليها ما فيش ما فيش لان انت اما ضغطت انتر نزل على اللي تحته فما فيش انت مش التركيز مش عليها لازم تضغط عليها تاني وبعدين ايه تيجي هنا بقى وتسحل خلاص طيب الحسميات يساوي 3% من الراتب 3% من الراتب يعني هي نفسها 3% ضرب الراتب كلمة 3% من الراتب هي نفسها 3% ضرب الراتب خالص. بس ايه? لازم تكبرها. لازم تكبر الخلية كده. طب واحد يقول لي مهوش كبير هنا. ماشي. كبره لحد ما تجيب الناتج وبعدنا انت بصغره تاني. معايا? كبره لحد ما تجيب الناتج عشان تعرف تكتب المعادلة الطويلة دي بس. خلاص? لان انت هتحتاج تقول يساوي تضغط على الراتب وبعدين زائد وتضغط على بدل السكن وبعدين زائد تضغط على بدل العلاج وبعدين ناقص وتضغط على الحسميات. اهو. يساوي. الراتب زائد بدل السكن زائد بدل العلاج ناقص الحسميات. شوف لو الخلية مش كبيرة لو العمون مش كبير مش هتاخد الكلام. وهتدخل وتعمل لك لخبط. خلاص? انتر واسحب هات الباقي. وبعدين صغره يا سيدي بقى ما تزعلش عابد. خلاص? بالشكل له. بس شوية الحاجات دي عشان تبقى يبوف صفحة واحدة ما يروحش على صفحة تاني. خلاص? طيب. والفاضية دي يسيبها فاضية زي ما هي. طيب هنا بيقول لي مجموعة الصافي. اضغط هنا زي ما الصفحة الرئيسية. المجموع. واحدد على الصفي. في مناس بتغلط غلطة كبيرة جدا. ايه هي? بيقول لي بيروح مجموع الصفي وتنى محدد على الصفي كده ورايح هنا واقيل له المجموع. يتنى جايبه له هنا. يقول لي يا استاذ مش عارف اجيبها في المكان. لان انت عملت غلط. انت عملت الخطوات. غلط. انت عملت الخطوات ما تحددش على الصفحة الاول. انت بتضغط هنا الاول في المكان اللي انت عايز تجيب فيه المجموع. ايه الصفحة الرئيسية. المجموع تحدد على الصفي. انتر. طب متوسط الصفي اضغط هنا. متوسط برضو الصفي. انتر. اعلى صفي اضغط هنا. حد اقصى برضو الصفي. انتر. طب واحد يقول لي هو لازم الصفي? لا. عادي. ممكن تجيب يبقى اقل اقل بدل سكن. بدل اقل صاف اهو. خليها اقل بدل سكن يا سي. اقل بدل سكن. اضغط هنا. حد ادنى. وتحدد على ايه? على بدل السكن بالشكل ده. امتر. يب انت كده خلصت الايه? التمرين بتاعك. تمام التمام. اه احنا غلطنا غلطة حلوة هنا. حلوة اوي. اه عبداللطيف تقريبا نبهنا. جزال الله خير. احنا جبنا. شوف احنا كنا عاملين ايه? يساوي تلاتة في المية ضرب دي. اللي هو ضرب بدل العلاج ودي غلطة. اللي انا كنت بحزركم منه. اه. يساوي تلاتة في المية ضرب ايه? ضرب الراتب. مش تختار اللي جنبها زي ما انا عملته ونسيت. لا. اختار الراتب. وبيقول لك ضرب الراتب يبقى ضرب الايه? الراتب بالشكل ده. شوف هيغير لك الدنيا كلها. طبعا كل حاجة تغيرت المجموع والمتوسط والاعلى والادنة وكله اتغير. يبقى كده كله تمام. كده خلصنا التبرم بتاعنا وكله مية مية.